السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا السؤال موجه لأخواتنا وبناتنا وأمهاتنا هل فاطمة رضي الله عنها معقدة استمعوا لما جرى لها عند موتها رضي الله عنها وأرضاها لما مرضت فاطمة رضي الله عنها مرض الموت الذي توفيت فيه دخلت عليها أسماء بنت عميس رضي الله عنها تعودها وتزورها فقالت فاطمة أهل أسماء والله إني لأستحي أن أخرج غدا أي إذا ميت على الرجال فيرون جسمي من خلال هذا النعش وكانت النعوش آنذاك عبارة عن خشبة مصفحة يوضع عليها الميت ثم يطرح على الجثة ثوب ولكنه كان يصف حجم الجسم فقالت لها أسماء أولا نصنع لك شيئا رأيته في الحبشة فصنعت لها النعش المغطى من جوانبه بما يشبه الصندوق ودعت بجرائد رطبة فحنتها ثم طرحت على النعش ثوبا فضفاضا واسعا فكان لا يصف الجسم فلما رأته فاطمة قالت لأسماء سترك الله كما سترتيني سبحان الله تستحي وهي ميتة مكفنة في خمسة أثواب ما الذي سيظهر منها ومن الذي سيحملونها وهل هو موقف فيه فتنة لله درها تستحي وهي ميتة فما بل الأحياء لا يستحون فلو مرت فاطمة رضي الله عنها في أسواقنا اليوم ورأت من مات حياؤها فخصرت العباءة ولونتها وتكسرت في مشيتها وعلت ضحكاتها وفاحت رائحة عطرها فماذا ستقول بالله عليكم بل أين من تقول للمحتشمات إنهن معقدات فهل فاطمة معقدة إذا كانت معقدة فهنيئا للمعقدات لأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل ملكا من الملائكة لمحمد عليه الصلاة والسلام برسالة عظيمة وبشارة من أعظم البشرات يقول فيها سبحانه بشر فاطمة أني كتبتها هي سيدة نساء أهل الجنة قال عليه الصلاة والسلام الحياء لا يأتي إلا بخير رواه البخاري رحم الله امرأة نشرتها بين النساء ورحم الله رجلا نشرها لأهله ومحارمه اللهم استرنا بسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وستر الله من نشرها